الحقيقة أنا يعني سعيدة جداً بموضوع الحوار الوطني كله هي السعادة مش مجرد لإني يعني بمتهن مهنة الإعلام وعارفين حاجات من الموضوعات ولكن أنا هنا أتحدث كمواطنة لما تكون في بلدك هناك حوار مفتوح والحوار الحقيقي جاء في كل المجالات كل المجالات الحياتية وكل المجالات اللي بتهمنا كمواطنين وعلى رأسها مجال الاقتصاد لأنه الأزمة الاقتصادية الموجودة في العالم كان بالضرورة أن الحوار الوطني يهتم بالحوار في مجال الاقتصاد ويكون عندك عدد من الخبراء يتنقشوا فيما يدور في العالم وبالتبعية ما يدور في مصر لأن احنا أيضاً في نفس الأزمات مع العالم كله ولكن اللي عجبني كمان أكتر أنه يهتم الحوار الوطني مش فقط في دولة بالاقتصاد والصناعة والتجارة ولكن أن يدخل إلى البيوت المصرية هنا الحوار الوطني كدولة أو أنا كحوار وطني أنا باهتم بحال المواطن والمواطنة لما أدخل في حوار للأسرة وأهتم جداً بتفاصيل كثيرة جداً وعلاقة الأسرة ببعضها البعض الرجل والمرأة إذن أنا يعني حط عين على المجتمع الصالح المجتمع اللي أنا بابنيه الحوار الوطني بشكل عام أهميته إيه؟ أهميته إن الدولة بتعمل حوار نتناقش فيه في أشياء كثيرة جداً نخرج بمخرجات مهمة وتوصيات مهمة وهذه التوصيات كلها هتكون أمام السيد الرئيس وتم رفعها بالفعل أمام السيد الرئيس ما عنديش أدنى شك إنه سيادة الرئيس سيهتم اهتمام كبير جداً لأن الحوار الوطني هو المجتمع المصري وما يدور في المجتمع من مشاكل وأيضاً من بعض التفاصيل الخاصة اللي ربما مش عايزة أقول إنها تكون تيهة عن وزارات أو هيئات ولكن فيه تفاصيل كثيرة جداً مهمة إن هي تبقى موجودة داخل الحوار في النهاية لما يكون عندك دولة تهتم بالحوار من أجل المواطن إذن هي دولة بتهتم بإنها بتبني مجتمع وبتساعد كمان على بناء المجتمع وخاصة الأشياء اللي بيهتم بيها المواطن وبتأثر فيه بشكل يومي مزيد من التفاصيل لأن إحنا عارفين طبعاً إن تم رفع كل توصيات الحوار الوطني بكل المجالات والمناقشات التي دارت على مدار جلسات الحوار الوطني وتم رفعها لسيد الرئيس